اشتركوا في القناة ومنها للرائع أن تعرف بوجود وجهات سفر التي يمكن أن تكلفك أقل من خمسون دولار يومياً لاستكشاف الأماكن السياحية فيها لا تدع بحجة عدم قدرتك على تحمل مصاريف السفر يمنعك من التمتع بالذهاب للوجهات السياحية المشوقة فمن؟ الممكن السفر بدون إنفاء الكثير من المال وفيما يلي وجهات سفر رخصية ومتعددة من شأنها أن تسمح لك بالتمتع بإمكانها السياحية مع ميزانية معقولة جزر فيجي توجد جزر فيجي في جنوب المحيط الهادئ وهي موطن للثقافات المختلفة مثل الهندية والصينية والأوروبية وتمتاز جزر فيجي 1333 بمنتجعاتها وفنادقها المرموقة وهي مكان رائع لكل من يبحث عن الهدوء والاسترخاء بأقل التكاليف وهي مكان مميز لقضاء رحلة رومانسية ورؤية الحيوانات الغربية والتمتع بالشلالات ذات المناظر الساحرة والتسوق في الأسواق العالمية كامبوديا كامبوديا هي موطن لبعض من المدن القديمة الأكثر في العالم والمعابد الليثرية فتجد هناك معبد أنكور واتو يمكنك المشي في المدينة القديمة أنغيكور ثوم وقضاء بعض الوقت في سين ريب أو القيام برحلة يومئل ملاذ ألفين لوما أجمل المدن التي مكن الذهاب لها هناك مدينة أنكور في أعماق غابات شمال كامبوديا وهي مدينة قديمة يعود بنائها إلى آلاف السنين وتعرف المدينة بكثرة المعابد المشيدة فيها وأشهرها معبد أنكور وات المعروف إلى جانب معابدها الكثيرة تشتهر أنكور بروعة طبيعتها الخضراء فنظراً لكونها توجد في قلب غابات كامبوديا فإنها تتمتع بهدوء فريد مع أصوات العصفير والحيوانات البرتغال تعتبر البرتغال أحد أرخص الدول السياحية في العالم ومن الأماكن السياحية النادرة في أوروبا الغربية التي تتميز بانخفاض تكليفها وتتميز المدينة والهندسة المعمارية القطية في جميع أنحائها ومن معالمها للتاريخية القلعة للرومانسية قصر بينا الوطني ومن أجمل الأماكن التي يمكن الذهاب لها في البرتغال جزر الأزور وهي أجمل مواقع البرتغال السياحية حيث تحيطها المناظر الطبيعية المذهلة والساحرة والشواطئ الجميلة والبحيرات والمرعي والخضراء توجد يالي جزيرة على بعد أف وخمسمائة كيلومتر غب مدينة الإشبون تتكون الأزور من تسعة جزر بركانية توجد شمال المحيط الأطلسي وقد تم اكتشاف الجزر في القرن تسع عشر على بعد ثلاث ألاف وثلاثمائة وثمانون كيلومتر من قرة أمريكا الشمالية كل هذه الجزر هي جزر بركانية في الأساس لكن هناك بعض الجزر مثل جزيرة سانتا ماريا لم يلاحظ فيها أي نشاط بركاني منذ استقرارها بيرو تعتبر بيرو من أهم الأماكن السياحية التي تتميز أن تكليفها في متناول الجميع وحد أرخص الدول السياحية بالعالم ويمكن الذهاب إل لمكا في متشو بيتشو ويمكن التمتع بطلال الينكا والذهاب ليو المدينة للصاخبة ليمن ومن أروع الأماكن التي مكا الذهاب لها هناك بحيرة تيتيكاكا في منطقة الهضبة العالية بجبال الإنديز على ارتفاع 3800 متر فوق سطح البحر الأمر الذي يجعل منها إحدى البحيرات الأكثر علو في العالم وهي تمتاز بجمال طبيعتها الخلابة حيث يصب في البحيرة أكثر من خمسة وعشرون نهر إلى جانب كونها تحتوي على أكثر من أربعون جزيرة بعضها مأهول بالسكان وأخرى ما زالت تضم العديد من الآثار التي تعود إلى الحضارة الهندية القديمة لذلك فهده البحيرة تمثل وجهة مهمة ورائعة لعشق على الطبيعة والاسترخاء اليونان على الرغم من الانكماش الاقتصادي الذي شهدتات اليونان ألا أن السياحة لا تزال مزدهرة وأصبحت أكثر يسرا من أي وقت مض يمكن الذهاب آل الآثار التاريخية في أثينا والهيب الجزيرة المطلة على البحر المتوسط والمشي في بلكوا ومن أجمل الأماكن التي يمكن الذهاب أليها في اليونان جزيرة ردوس اليونانية فهي أشهر وجهة سياحية في أوروبا واهم ما يميزها هو المدينة القديمة والآثار التاريخية العريقة وتمتاز بالأجواء الحرة صيفا في حين يمكن للذهاب آليها طوال آل عام نظر لحرارتها آل الدافئة وهياء مزودة أيضا ببنية تحتية جيدة من ناحية المواصلات الجوية والبحرية التي تربطها بغيرها من المنخفضة مع إمكانية استئجار السيارات بتكلفة مناسبة ومن أهم مدنها الشهيرة مدينة لندوس الصين أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان وتجد فيها الأشياء المدهشة لاستكشافها فيمكنك رؤية صور الصين العظيم الذي يعتبر من عجائب الدنيا السبع ولا يمكو الذهاب إلى الصين دول الذهاب أليه والتقاط بعض الصوت للتفكارية هناك ويمكن للذهاب إلى بكين وشانها وقوان غتشو ويمكن الانغماس في الطبيعة من خلال رؤية المناظر الطبيعية من جيوتشايقو والمشي لمسافات طويلة في متيان ومن أروع المعالم السياحية له يمكن الذهاب لها هناك شيان تحتوي شيان على العشر مساجد توجد في حيل اسلامي حيث أن أقدمها هو مسجد شيان الكبير الذي تعود نشأته إلى عام 742 ميلادي وهو أحد أجمل المساجد في آسيا ويمتاز بطرازه المعماري الذي يجمع بين الطراث الإسلامي والصيني العريق يختلف مسجد شيان الكبير عن بقية المساجد فيالشق الأوسط وآسيا من خلال ضمه للعديد من التمثيل التي تشكل جزء من أهم الأساطير الصينية القديمة كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية هي بلد عظيم يقدم الكثير من الأنشطة المختلفة للسياح للاستمتاع بقضاء بعض الوقت في مدينة سيول الالتهام بعض الطعام الكوري أو زيارة المعابد في جميع أنحاء الريف يمكن الذهاب إلى العاصمة سول قلب كوريا الجنوبية النابض وأروع مدينة فهي مدينة كبرى تمتد على مساحة كبيرة جداً وكذلك يمكن الذهاب إلى مدينة الميناء بوسان بجمالها فقد تبدو مشابهة لمدينة ريودي جانيرو ومدن ساحل آل أمليفيال الإيطالي بوسان ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية وتتوزع معالمها في مواقع بعيدة عن بعضها البعض الهند تتميز الهند بجمال طبيعتها حيث وجود قمم جبال الهيمالاية والتاريخ الغني والثقافة ويمكن الذهاب لمدينة مومباي ومن أجمل الأماكن التي يمكن الذهاب لها في الهند أشهر مزار سياحي في الهند وهو تاج مخل وهو أحدي الصروح المعمرية آلم ميزة في قلعة إغراء الحمراء ويمكن التقاط الصور التذكارية هناك ويمكن الذهاب إلى العاصمة الهندية نيو ديلهي حيث تجد القلعة الحمراء المطلة على ضفة نهر يمونا والتي تعكس روعة الفن المعماري المغولي والمميزفي نيو ديلهي أنها أشبه بمتحث حي للثقافات الهندية المتنوعة وتجد الأضرحة والمباني الإسلامية المدهشة كما تشتهر نيو ديلهي بأسواقها الشعبية النابضة بالحياة والحدائق العائلية الممتعة والمتاحف وأشهرها مدحف غندي بلغاريا بلد في أوروبا وهي مكان جميل فيمكن الذهاب إلى قرية نسبار في شاطئ مشمس واستكشاف مدينة فارنا وتعد صوفيا عاصمة بلغاريا أرخص مدينة سياحية في أوروبا وهي تذخر بالأسواق المثيرة والكنائس المدهشة والكثير من ألف نوم المعمارية العثمانية الأصيلة ويمكن التنزه في جميع إنحائها بالسير على الأقدام وتتميز أنها لا تعج بكثرة السياح وتتميز المدينة بالأجواء الشبابية المنعشة تايلند اكتسبت تايلند الكثير من الشعبية في السنوات الأخيرة لكونها مكان للسياحة بأسعار معقولة جدا للسفر يمكن التمتع في الأسواق في بنكو وجزيرة هوب عبر الخليج ومن أرواع البزر في تايلند قوة لبوهية تملك أرواع شاطئ في تايلند ونظرا حجمها الصغير يمكنكم من التجول في جميع إنحائها مشيا على الأقدام هذه كانت جولتنا حول عشر من أرخص الدول السياحية بالعالم المناسبة لأصحاب الميزانيات المتوسطة والمعقولة يمكنك الاختيار من بينها لقضاء عطلتكة السياحية القادم ترجمة نانسي قنقر